أعود معاك أستاذ عماد هل هو تنظيم للمعلومات أم تقييد للحريات وليه شبه هاي الفترة تحديدا حكومة مؤقتة مجلس نواب واشك على نهايته هل تفسر هذا عفوا إتماما لما تحدثنا فيه في البدء أولا لندرس شخصية المشرع من ماذا يخاف هل يطمح بكرامة العراقين وكبريائهم هل يطمح في رسم نوع من العدالة التي نحلم بها كعراقيين في ظل هذه الظروف التي تنعدم فيها أو يستهدف فيه كرامة العراقيين ووضع الاقتصادي وكبرياء أم هناك مخاوف وهواجس من وجود صوت يحاول أن يتابع ويطارد حالات الفساد في مؤسسات الدولة ودولة المحاصصة وهذا الصراخ المدوي للكادحين الذين يحاولون أن يطالبون بوطن آمن مسالم يا أخي العديد من القوانين العديد من القوانين الآن على الرفوف تطالب بالعدالة الانتقالية تؤكد على أهمية توزيع ثروة البلد بشكل عادل هناك العديد من القوانين بل مئات من القوانين التي لا ينظرون لها الألساد النواب لكنهم ينظرون إلى زعاماتهم المتخوفون من صوت الشعب ما جاوبتني ساب عماد بعد أذنك أنا سألتك هل هو تقييد للحريات برأيك له تنظيم للمعلومات في البدء استاذ رائد أنا جاوبتك أنا جاوبتك أنه تماهي وأعجاب خفي في سلطة الاستبداد الصدامي وهم العديد من النواب الذين ستطاردهم آسف للتعبير ستطاردهم حقيقة عار التصويت على هذا القانون الذي يحاول الحد من حريتنا ويطالب المدون العراقي الشريف ولا يطالب الفاسد ولا يطارد الفاسد ولا يطارد القتلى ولا يطارد الميليشيات وإنما يحاول أن يذهب إلى هذا الشاب الذي يدلي برأيه خوفا من قضايا تتعلق بالتقاليد ما هم إلى أسباب يقول لك كعوال قاعد تبتز من قبل بعض طيب سأتفق على هذا الموضوع